تعز حيث تحولت المدينة إلى ساحة مواجهات مفتوحة تنام على أزيز الرصاص وتصحو على أصوات المدافع فمنذ أن وطأتها الميليشيا أصبحت المدينة الهادئة موت وجع دائم وعنوانا بارزا يتصدر وسائل الإعلام فلا تكاد تمر ساعة دون ورود نبأ جديد يحمل مأساة جديدة فالموت والفقد هنا هو الحدث المستمر في يوميات الأهالي الحال لا يختلف كثيرا في أرياف المحافظة وقراها النائية بعد أن جعلت منها الميليشيا هي الأخرى أهدافا عسكرية تباشرها القصف على مدار الساعة يتعظم وجع هذه المحافظة بعد أن جعلت الميليشيا الحياة بكل مظاهرها هدفا لفوهات مدافعها فلا فرق لديها بين موقع عسكريا أو منازل مدنيين يعاني أصحابها ويلات الحصار ذلك هو الجانب المؤلم الجاثم على صدور الأهالي لكن هناك جانبا آخر يتفائل فيه السكان في التخفيف من ثقل الحصار عليهم يتمثل فيما تحرزه قوات الجيش الوطني من تقدم في جبهة الساحل الغربي ففي جديد المعارك هناك تمكنت قوات الجيش الوطني من الوصول إلى مشارف مديرية المخائل استراتيجية وهو ما يعني فتح منفذ للحياة في حال تمكنت قوات الجيش من السيطرة عليها موسيقى 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 موسيقى